ويمكن قبل دقايق من بداية السادسة كانت انطلاقة مباراة أو نهاية مباراة نيو كاسل ومانشستر يونيتد وعشاء المانشستر يونيتد نعرف أنه هم الكبير يمرض ولا يموت ويبدو أنه السنة دي نسخة المان يونيتد هتبقى في منتهى القوة هترجع علينا كده نسخة اليونيتد اللي كانت مكتسحة إنجلترا وأوروبا في بداية الألفية دويت يورك، بورس كولز، راين جيكز، ديفيد باكام، رونالدو في بداياته طبعاً، إيريك كانتنا وغيرهم وغيرهم من وجوه يعني طبعاً مش ريو فرداندز، فاندر سار طبعاً كتيبة كانت على أعلى مستوى لكن يبدو أنه الكتيبة السنة دي اللي مع سول شاير تسمح له بقوة أن يكون واحد من القوة الرئيسية ويستعيد مكانته كفريق يعني منافس على كل البطولات اللي يدخلها سواء على مستوى إنجلترا، بريمير ليج أو الكارباو كاب أو حتى على مستوى أوروبا في الشامبيونز ليج بما أنه هيشارك فيها رونالدو النهاردة مكسر الدنيا، أول مشاركة ليه وأول ظهور أحرز هدفين وظهر بمستوى الحقيقة يعني أعتقد مطمئن لعشاء المان يونايتد بيقول إنه هيضيف بشكل كبير جدا مع سانشو الحقيقة لقدم مبرارة من هو ما سجلتش مع سانشو أعتقد هيكونوا سنائي مرعب السنة دي لمانشستر يونايتد